السلام عليكم و اهلين فيكم فيديو جديد بعد تفكير ما في لدى الحل اشخاص كثير كل ما حط فيديو يجي لتعليقات لاشخاص يابون الخلفية لحق الصور خلفية القفل او الخلفية اللي تحت فأطر نحملهم في التويتر منذ ما نشاهدون حسابي في التويتر كنت كل فيديو أسويه طبعا تامني الشخاص قاموا يسألوني احط الفيديو بعدين نحط الصور الخلفية حقتها ففكرت فكرت حصلت هذا الخيار او هذا الحل الواء هو ان نسوي ألبوم مشترك فألبوم الصور في نفس الآيفون في نفس الآيباد في نفس الماك كيف كنت على حسب اللي تبين طريقة شنهي انا عندي حسابات او عندي ألبومات اثنين سويهم للآيباد والآيفون للآيفون اذا ما نشوف ألبومات كثيرة او صور كثيرة اذا ما نشوف الصور كثيرة 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 فش بسوي انا كنت مسوي قروب ثاني ويضايفي الشباب فيه بس سويت قروب ثاني حين الحق الغناه هذه وهنا الآيباد طبعا توني بادي في الصور لكن مع الوقت يعني كل يومية ثلاثة يام رح نزل صور اكثر لما نشوف الآيباد فيه بس 40 صورة الآيفون فيديو الصغير لحق انك تسويه مثلا جف عشان تسويها مثلا صورة متحركة المهم الطريقة شنهي البداية اول ما عليك ش تسوي انك تخشي العليلات تروح على الاي كلاود عندك فوق الاي كلاود الصور هنا لازم يكون الالبومات المشتركة هنا مش تقالي للخيار لازم يكون شقال بعد ما يكون الخيار هذا شقال بتطلع ترسلي ايميلك في الاي كلاود طبعا بس الاي ماي مشرق من السره بس الاي ماي عشان اسألك الادعو عليه ترسلها وين في التويتر او في الانستغرام لاحد يرسليها في سناب شات ولا في الفيديو نفس التعليقات تحت ترسليها في التويتر في الخاص اذا كنت ما تبيحد يشوفها او انك ترسلها لي في الانستغرام في الخاص برضو عشان ما تبيحد يشوفها فإذا رسلت لي تكتب لي تابديه في الايباد�� او تابديه في الأيبادShape أو تابديه صور الايباد او تابديهم اثنين هم تكتب بلي علشان أنا أسوي إضافة طبعا إذا رسلت لي انت RavenS геро أنا أخش في الألبوم اللي تبي أنت أروح لأشخاص هنا أسوي لك دعوة أحط الإيميل حقك هنا بعد ما حطت أسوي لك إضافة يسوي لك إضافة كده ننتقل الجوال اللي مثلا سويت الإضافة حين نحن يجي الشغلة عليك أنت شو تسوي؟ تنزلي رح يجي لك في الإشعارات هنا إضافة لك مثل ما يشوف رح تجيك هنا مثلا في الألبوم الكل رح يطلع لك خيار تحت الكل يجي لك الدعوة جي لك أنك رجب تسوي إضافة أو قبول أحيانا تجيك في الإشعارات برضو فوق مهم من دما جاتك تجيك هنا داخل في الكل تسوي قبول بعد ما تسوي قبول رح يجي لك ألبوم هنا مثلا ما يفتح لك الألبوم رح ينزلون الصور هنا حبّة حّبّ على حسب سرعة الترنت عندك مثل ما يشوف الصور طبعا الصور هذي في الألبوم الكل هنا مثل ما نشوف هي الأبومات تروح هنا أفضل تروح الألبومات الأبومات المشتركة مثل ما نشوف هنا هذو الحساب او هذا القروب لحقي الألبومات راح نزلونك صور كثيرة هنا وانا كل ما اضيف راح اجيك الصور هنا هنا الأشخاص تقدر مثلا خلاص ما تريد تكانسل الاشتراك عندك او تكانسل الألبومات ما تريد تشوفهم تقدر تحذفهم طبعا مثل ما قلت لكم الصور اللي هنا ما راح يأثرون على الذاكرة اللي في جهازك لانا الصور ديلي مش موجودين في جهازك على الانترنت فاذا فتحت الصورة انتظر التحميل حق الصورة اذا كان الانترنت طعيف عندك راح تجيك دائرة يتحمل لحشان تحمل الجودة حققالصور مثلا ما أشوف الدايرة التي تجي هنا عشان تحمل جودة الصور على حسب الانترنت تترك الجهاز الين يحمل مثل ما أشوف تحملت عندك هنا فتجرد تحطه لك الألبوم صور طبعا الألبوم الصور اللي هنا تقدر متعلق على الصورة تبت تعلق عليها تبت تسوي لها لايك تبت تسوي لها شير تبت تحفظها عندك بكيفك أنت طبعا التعليغات ستجيني واشوف التعليغات فأتمنى لاشخاص ما يعنقون الكلام يستاهل يعني هذا الخيار عندك اذا كان عندك اي او اس و اذا كان عندك ايباد او اس او الماك نفس الحركة هذه اما اذا كان عندك اندرويد او جهاز ثاني او انه ما تبيه حتى لو عندك ايفود بس ما تبيه تشترك تبيه تشوف الصورة بس تاخذ صورتين خلاص تطلع اضبحت لكم رابط تحت في الوصف نفسه الذي هو الرابط مشاركة الرابط لو قلقmaybe Gi ee مثل ما نشوف عن القليل قد نفه يرتد от مرتد في في نكوبيه يرى الا ات ustedes تستطيع تعلم على القليل بس ما اتشترك ما يحتاجك في حسابك لا يحتاجك عارف كل شيء لا يحتاجة عارف كميلك خلاص فتختار الصور التي تبه وتحملها فعندك الخيارين سوف أضع المشاركة الحسابين اثنين أو جروبين اثنين جروب الايباد و جروب الايفون أو صور الايباد و صور الايفون تختار الصور التي تبهها منت بكيفك وتحمله بكيف كده مثلا تشوف تشوف اضافة وتنضاف عندك فهذا بس الفيديو بس حبيت الأشخاص الكثير اللي سؤلوني يبون صور فالله حابب ينزل عندنا في الجروب سنشارك الصور كلهم والتعليقات سنشوفهم واللايكات سنشوفهم وبين يومين ثلاثة يام كما قلتكم سنزيد الصور بيجيكم تنبيهات حيانا يجيكم تنبيهات بس شيك على الصور ستشوفهم يزيدهم فمثل ما قلتكم الصور ما راح اثر على ذكرات جهازك ما راح اثر على اي شيء راح تشوف احسابك هنا في المشتركين سيزود انت من المشتركين على حسب الاشخاص اللي ينضافون و برضو حتى أنت تقدر تسويلك مشاركة في الرابط لو صار اشخاص مثلا عندهم اندرويد او شي تقدر تخش في الاشخاص تطلب مشاركة الرابط وتسوي الى ناس وترسلها في الواتساب في اي مكان يقدرون يشوفون الصور بس ما يقدرون يشتركون الاشخاص الذين يشتركون لازم يكلموني انا في الانستجرام او في التويتر مثل ما قدت لكم عشان يسوي لهم اضافة في الالبوم هنا وهنا القاء والاشتراك على حسب الاندب كيف هنا ظهر الاشعارات لجاك اشعار تنبيه او شي فلاشخاص الذين ينزعجون من التنبيهات واللايكات والتعليقات يطفي هذا عشان لا ينزعج لك تنبيه ولا شي بس فهذا الفيديو كله ففي نهاية الفيديو تنسون اشتراك في القناة ونشر المقطع وعمل لايك في المقطع وتعليقاتكم تحت تهمني ولا تنسون مفضل دعاكم والسلام عليكم